مرحبا iPhone الجديد و 16 Pro Max خصوصا غير المعالج الميزات الأقوى اللي نزلت فيه هي بالكاميرا و أساليب التصوير و ميزات التصوير و الوضعيات أو أوضاع التصوير اللي كتيري خلينا نتعرف عليها كلياتها و خلينا نشوف استخداماتها و ليش فيه 100 فريم و 120 فريم و فيه 60 و فيه 50 و فيه 240 فريم للتصوير البطيء خلينا نتعرف عليها كلياتها بهذا الفيديو بالنسبة لجهاز iPhone الجديد فيه كتير أماط للتصوير 4K و HD و 60 فريم و 25 و 30 مش فرق هذول و كيف أنا بستخدمها و بستفيد منها نروح على الإعدادات على الكاميرا نطلع على تسجيل فيديو مثلا فيه عندنا 720 720 وال 4K و HD معروفة لكن الإطارات و فيه هون إذا انتبهنا جنب 25 فريم فيه بال جنب البيتو برين فيه بال شو هاي البال البال بشكل مفصل يعني كيف نحن بنستفيد منها و ما بنستفيد البال هي شيء بيتعلق بموضوع الكهرباء بالمناطق اللي نحن فيها الكهرباء بالمناطق اللي عايشين فيها هي بتوافق مع الخمسين هيرتز كيف لحتى نشوف مثال واضح يبيننا شو الفرق و نفتح الكاميرا أنا عندي نروح على تسجيل فيديو عندي هذا الضو هو ضو مثل الكهرباء الموجودة عندنا بشكل كامل طيب إذا حطيت على 120 فريم صار يلمع عن الضو على التسجيل بيطلع هيك عم يلمع طيب عنا الميت فريم هي بال فحطينا عليه هاي ميت فريم و الضو ثابت فهي البال هي التوافق مع هيرتز الإضاءة أو الكهرباء الموجودة عندنا بالمنطقة